السلام عليكم ورحمة الله وإهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي نوع من أنواع المعجنات إلى وهي لفة الخميرة العراقية فطائر كلش طيبة طريقة العمل بسيطة والمكونات أبسط نشاء الله تجربوها وتستمتعون بطعامها لكن قبل ما نبدي إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة وحبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد كل المقادير ذكرتها في الفيديو وفي صندوق الوصف نقول بسم الله ونبدأ بطريقة العمل مكونات عجينة لفة الخميرة إن شاء الله بسيطة ومتوفرة في كل بيت رح أستخدم اليوم ثلاثة كوب من الطحين الأبيض نصف كوب من السمن أو الزبت لتستخدمون الزيت ثلاث كوب من السكر إذا حبيتوا حلوة أكثر تقدرون الزيتون وسووا نصف كوب من السكر كوب حليب أو أكثر حسب الحاجة حسب الطحين إذا تستخدموه بيضة واحدة ملعقة ونص طعام من الخميرة ملعقة كوب فانيلا ملعقة كوب هاي المطحون ورشة من الملح بالنسبة للفانيلا تقدرون تستخدمون أيضا الفانيلا سائلة رح نبدي هسا نحضر العجينة رح أضيف كوب من الحليب الدافي حاولوا الدفوا للحليب شوية عن نار أو باستخدام المايكروويف لكن لا تخلوه كلش حار مجرد شوية يدفع بعدين رح نضيفوا إياه السكر والخميرة ونحركها بصورة جيدة إلى أن نتأكد أنه كل حبيبات السكر ذابت رح أترك الخميرة تقريبا دقيقة إلى دقيقتين حتى تبدي تشتغل بعدها رح أضيف الدهن والبيضة رح أستخدم آني بيضة واحدة فقط ورح أستخدم الدهن أو السمن إذا حبيتوا تستخدمون الزبدة أيضا تططعم كلش طيب لكن حاولوا تبتعدون عن الزيت أكو ناس يسويها بالزيت لكن هي أطيب بالسمن أو الزبد خلطت هسة هذه المكونات مع بعضها بصورة جيدة إلى أن الجانسيت بعدها رح أضيف كل كمية الطحين وما تبقى من المواد اللي هي الهيل المطحون والفانيلا ورشة الملح طبعا إذا حبيتوا زايدون كمية الهيل كمية الفانيلا حسب رغبتكم لكن هذه المقادير كلش معتديلة رح نبدي هسة نعجن المكونات مع بعضها ورح نخلي يمنى نصف كوب من الحليب الدافي ونبدي نعجن ونشوف حاجة العجينة مرات أكو نوعيات طحين يطلب كمية كبيرة من الحليب أو السوائل حتى يعني الطحين عندنا يتجانس ونحصل على عجينة طارية ومرات لا يكتفي العجين أو يكتفي الطحين بكوب واحد من الحليب لذلك أنا بالمقادير قلت لكم أنه كبداية نبدي بكوب حليب أو أكثر حسب حاجة العجينة هسة لاحظوا أني لحد الآن ده أراقب العجينة ماتي وده أنتظر أشوف قوامها النهائي شون رح يصير لحد الآن ما استخدمت النصف كوب من الحليب العجينة مالتنا لازم تكون به الشكل هذا لا كلش قوية ولا كلش طرية به الشكل هذا اللي ده شوفوا حيث تجي بإيدكم بسهولة طيب في حال كانت عندنا النتيجة أكسية أنه مثلاً ضفنا كوب الحليب بالبداية والعجينة ويانا صارت طرية شلون نعالجها؟ نروشلها شوية منها الطحين ونعجنها بإيدنا إلى أن تتماسك ونوصل لهاي المرحلة هسا العجينة مالتنا صارت تمام رح نخليها في وعاء ثاني ودهنتها بشوية زيت وغلفتها بالنيلون ودفيتها ورح أتركها ساعة ونص تتخمر هذه العجينة كل ما نتركها شوية فترة أطول يكون أفضل من نوع اللي تحب أنه ترتاح يعني حتى من نشكل القطع لازم نترك القطع شوية ترتاح حتى العجينة من نجن شويها تكون ماخذ راحتها يعني بين قوسين عجينة تحب تدلل فدللوها العجينة سواء بفترة التخمير أو حتى من نشكلون القطع تركوها ترتاح يلا اتدخلوها للفرن رح نبدي هسا نشكل قطع لفة الخميرة وطبعا ما نستغني عن التشكيل الكلاسيكي اللي هي أما الضفيرة أو البروم أو الشكل الحلزوني رح أسوي لكم آني ثلاث أشكال وإلكم طبعا حرية الاختيار مثل ما تحبون تشكلوها لفت الخميرة من المعجنات الكلش طيبة وطريقة عملها بسيطة وإذا حبيتوا يعني الأطفال يساعدوكم بتشكيل القطع يعني تخلوهم يغسلون مثلا وطنطوهم شوية من العجين ويساعدوكم بالتشكيل خصوصا البنات كلش رح يتونسون وإيدهم رح يصير حلوة بالشغل وصدقوني كل هاي الشغلات تفيدهم بعدين شوفوهم على غفلة صاروا يعني ستات بيوت مرتبات ويعرفون يسوون هاي الشغلات وإيدهم حلوة كملنا هسا الشكل الثاني من قطع لفت الخميرة مالتنة رح نسوي هسا الشكل الأخير وإن شاء الله كلها تكون واضحة أمامكم وبسيطة وإلكم طبعا حرية الاختيار تحبون تسويها كل نفس الشكل تحبون تشكلون يعني تسوون تشكيلة حلوة خليتها بعدها في قالب الشوي والقالب خليت بيه ورق زبدة وضروري تتركون مسافات بين القطع لأنه هي رح تتضاعف حجمها ورح يعني تنفش أثناء الشوي رح نغطيها هسا ونتركها عشر دقائق إلى أن ترتاح قلت لكم هاي العجينة تحب تتدلل حتى تحصلون على النتيجة اللي ترضيكم بهالأثناء رح نحضر خليط التلميع رح نجيب نص كوب من الحليب نخليه يا ملعقة كوب من القهوة سريعة الذوبان وملعقة كوب من السكر نخلطها مع بعض ونبدأ نطلي بيها سطوح القطع بعد أن تركناها ترتاح عشر دقائق طبعا تقدرون تستبدلون سائل التلميع هذة بالبيض جيبون بيضة تخفقوها وضيفو لهم العقتيان طعام من الحليب تخلطوها مع بعض وتطلون بيها القطع لكن هذا سائل التلميع طعمه كلش طيب وينطي نكهة ولون ولمعة كلش حلوة للقطع وإلكم طبعا حرية الاختيار آخر شي رح نضيفه هو السمسم المحمص أنا رح أستخدم سمسم هو جاهز ومحمص إذا ما متوفر عدكم يعني إباعتكم السمسم العادي تقدرون أنتوا تحمصوا شوي على النار وبعدين أضيفوه على القطع رح ينطيها شكل ونكهة كلش روعة طبعا إحنا بهالي أثناء لازم نكون فاتحين الفرن على درجة حرارة 180 لازم يسخن بصورة جيدة قبل منضيف القالب رح ندخل القالب إلى فرن مثل ما قلنا محمي على درجة حرارة 180 نشوي أول شي من الأسفل ومن نشوف القطع تشقرت أو تحمرت نطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية ما تاخذ فترة طويلة بالشوي ضروري تراقبوها تقريبا فترة الشوي كلها عبارة عن ثلث ساعة فضروري تراقبون القالب مالتكم أثناء الشوي منشوفون أسفل القطع وصل لهذا اللون مثل ما قلنا نطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية وهذا كان شي كلها النهائي هشة ومدمفو شي ريحتها تخبل طعمها روعة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم هذا كل ما كان عندنا اليوم يارب يكون الفيديو نار رضاكم إذا حبيتوا لا تنسوا تخلو لي لايك وتشاركوون الفيديو بين الأصدقاء أشكر دائما متابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة